بَرْهَامُ بَاءٌ وَرَاءٌ أَلِفٌ ثُمَّهَا مِمٌ مُجَلْ فَيْدُ تِيجًا جُخْنُّ نُيْنَامُ دع عباده إلى حجه من كل فج عميق فلبوه ووافوه قرنًا قرنًا ويشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريكًا ويشهده ليصطفى ولكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على من قوله للمؤمنين أفضل حجة القائل أشر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة وعلى آله وصحابته وعلى التابعين وما بعد فيا أيها الناس تقو الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه ذو كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدداتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى الحج أشر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا أجدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم وما تفعلوا من خير يعلم كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفضوا من حيث أفاض الناس واستغروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناثقكم فاذكروا الله كذكركم وآباءكم أوي شد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ومن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سرعوا الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إسم عليه ومن تأخر فلا إسم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون وأخرج البخاري بصحيحه عن أبي هريرة رد الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وأخرج البخاري بصحيحه عن أبي هريرة رد الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة للعمرة كفارة لما بينهما وليس للم يفسق وأخرج الترمذي عن عبد الله بن مسعود رد الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنه ما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبذ الحديث والذهب والفطة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه وأخرج التبراني عن حسين بن عليم رد الله عنهما أنه قال جاء رجل إراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جبان وإني ضعيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالجهاد الذي لا شوكته به الحج وأخرج مسلم في صحيحه عن طلحة بن عبيد الله رد الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض من يوم عرفة وما ذلك إلا لما يرى من تنزل رحماته وتجاوز الله عن السيئات العظام وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رد الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس فإن الله تبارك وتعالى قد كتب عليكم الحج وحج فقال رجل في كل عام يا رسول الله فقال سسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زروني ما تركتكم ولو قلت نعم لوجبد ولم استتعتم وإنما أهلك من كان قبلكم كسرت سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فاتوا من ما استتعتم فإذا نهيتكم عن شيء فاكتنبوه ألا فرحم الله عبدا شمر عن ساق الجدي لأداء فريضة الحج قبل الفواد وطوافي سيره المهامها والفلوات وتجاوز الوعور والأنجاد والعقبات حتى طاف بالبيت وسعى بين الجبلين ووقف بعرفات فإن الله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه شبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الحمد لله أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة وحدنا على طلب الدرجة الرفيعة لهو الفضيلة أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وذلنا بملائكة قدسه وذلث بالمؤمنين من جني وإنسه فقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وروا أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا وفي رواية ومن صلى عليه عشرا صلى الله عليه مئة ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه ألفا ومن صلى عليه ألفا زاحمت كتبه كتبه على باب الجنة فعليكم بالإكسار نص صلاة على النبي شكرا تجدو ذلك عند الله وخيرا وعظم إجرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضى اللهم عن صحابتي وخلفاء الراشدين الهادين المهتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنوار وعن صراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وأم منفق الأنوار في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عزمان بن عفان وعن باب مدينة العلم ليث بني غارب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة الباقية لا زالت إلى الأعلى راقية اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم لمن كان في أهلاك راحة المسلمين وجمير أعداء الدين وجل أموالهم وذراريهم غنمة للمسلمين واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجهنا من كل بلاء وربا وغلاه وطاعون وذنا ووباه طاهر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة واغفر لنا ولوالدنا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على حياء منه ولوات اللهم ارفعنا الجهد والجوع والعرية واشفعنا من البلاء ما لا يكسب غيرك اللهم فرج عنه مجسيدنا محمد اللهم فرج عنه مجسيدنا محمد اللهم فرج عنه مجسيدنا محمد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن البحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغر الله لي ولكم بَرْهَامُ بَاُون وَرَاُون أَلِفٌ ثُمَّهَا مِمُن مُجَلْفَيْدُ تِيجَنْ جُخْنُّنُّيْنَا ترجمة نانسي قنقر مِمُن مُجَلْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَ شكرا